وصلنا بالفيديوهات السابقة وخذنا فكرة عن التصميم بشكل جميل فننتقل للتروين بشكل مفصل حتى فيما بعد نجمع بياناتهن ونتوصل إلى تصميم كامل متكامل نبدي بالتروين نضغط على واجهة البرنامج عندي هذا الكيوب نحن نشغر حول الشيء على البلين لننتقل المجسمات التي بها تعقيد shift a plane سابقا كنا نضغط هنا على هذه القائمة التي بها material أضغط عليها واختار new material وأضيف ألوان جديدة لمجسم وهكذا الصفات جيد وانتقل من هنا إلى هذه القائمة من المجسمات لأوضع material mode اللي أظهر به شن الألوان اللي ضفتها لمجسماني جيد بعد من هنا نحن لاحن ننتقل هنا مختارين يعني مثلا إذا كنا هنا بالصدد أو كنا ما مختارين يعني بناه هيتش لحن ننتقل إلى قائمة اسمها shading سابقا تعرفنا عن layer tool modeling يعني شو اخذنا عنها الفكرة وراح ننتقل لل shading أضغط على shading نلقى تلقائيا انتقل البرنامج إلى وضع material mode حتى يعرض لنا شن الألوان اللي حضيفا ومجسم زيان عندي بعد هاي القائمة الجانبية اللي حضيف منها الألوان والشي اللي نفس الأساسية وعندي هاي القائمة الجديدة هاي القائمة الجديدة هي نفسها هاي القائمة الجانبية مع المaterial نفسها بالضبط بس الاختلاف أنه هاي شكلها يختلف يعني الطريقة ما تلأضاف بها طريقة تكوين الألوان بتكون تختلف وبهاي القائمة لحيكون عمل مالتنا أسهل فمنها وهيش كل عملنا لحيكون عليها طبعا إذا نلغي هنانة إذا ألغيها لح تنلغي هنا لأن هي نفس الواجهة نفس الأدوات بس الشكل يختلف منا عندي new ومنا عندي new أضيف منا تنضاف لنا وهنا كذلك انضافت أقدر أبدل منا للألوان إذا أبدلها لحيتبدل هنا نفس الشيء فأي شيء أغيره هنا لا يتغيره هنا هزين ناخذ المراجعة سريعة على هاي القائمة شنل بيها بيها أول شيء الألوان اللي مننا أغيرهن أتحكم بيهن عندي الساخفز طبعا السابسرف السابسرف كولور اللي هذا خاص بالمثلا جلد إذا تخلونا عليه ضوة جلد هسا إذا خليت عليه ضوة من نانو من الخلف لا تلاحظون أنه هناك حمارة هنا يطلع شيء ينفذ ضوة أحمر أو لون الدم مثلا يطلع بداخل الجلد يعني يبين هال النفاذية هاي هي السابسرف كولور ممكن أنه بالفيديو واضحة الميتاليك الخاص بالمعادن شو أنا سوي المعادن الطبعا الميتاليك يشتغل ويا غفنس بحث إذا عندي معدن لازم أخلي غفنس قليل حتى شنولا ماكو معدن الخشونة الغفنس خشونة ماكو معدن خشونة عالية إلا إذا شان مزنجرة فالشي يعني بيخلق فالغفنس أخلي مثلا صفر والميتاليك عالي حتى يصير عندي معدن بعد شنو عندي عندي سبكيولا سبكيولا الخاص بالعضاء المقدار تعرضا مجسم للضوء عندي الغفنس الخشونة قلنا عليها كل ما يكون الجسم خشن واحد كل ما يكون غير خشن فيكون صفر مزيل عندي بعد شنواء الشيء الخاص مثلا بالورق إذا شايفين ملمس الورقة أو شيء يعني الإشعاع عنها اللي يطلع أو مثلا بورق إذا حيط منبوخ بورق نفس الشيء زين هاي الشيء عندي بعدها هم شيء الأي او آر الخاص بالنستخدموية القزاز مثلا عندي قزاز الإنكسار شايفينه مثلا خلق قلم بقلاس المي هذا الإنكسار اللي يصير بالقلم يعني شكله يروح بين حرف مساره هذا بالاي او آر وتحكم به والترانزميشن أيضا خاص بالقزاز ممكن أن نوضح بعدين زين وشلو نتعاملوا مع هاي الواجهة أضيف من خلال شفت أي حتى تشوفون شون اللي أضغط عليه أي شيء راح أضغط عليه راح يطلع لكم هلانا أضغط شفت أي حتى أضيف أي شيء أريد أضيفه زين عندي الامبوت مدخلات المخرجات اللي هنه هذة فقط الماتيريال الأوتبوت الماتيريال الأوتبوت أي شيء كمثلا كملت عندي هنانا كمت فد مجموعة من أربطت مجموعة ألوان وشيء وما وصلت من بالنهاية للماتيريال الأوتبوت ولا حيطل عندي الماتيريال هنانا فلازم أتأكد أنه مربوط بالنهاية بالسخص زين يطيك إحساس بالارتفاع والنخفاط يعني شون التضاريس المجسم زين عندي حاليا بعد شفت أي نبوط أوتبوت قلنا علي مثلا حذفت هاية هذفتها شون أحذفها أكس نحذفت شفت أي أوتبوت مترية الأوتبوت أضيفها وأربطها بالسخص زين شفت أي بعد أدي الشيء دار اللي أحضيف منها هذاني هذاني الشيء دار اللي هنه نفسها يعني هاي البنسبل بي أس دي أف بالشيء دار نلقاه مثلا بي أس دي أف اللي هي نفسها هاي أقدر أضيف بعد واحدة ثانية ثلاثة إذا أريد نحتاج وهي نفسها هذي الشيء دار اللي طلعناها هي نفسها مننا نقدره أقلب بيها برانسبل وأختار مننا أغلب شيء برانسبل بي أزيف راح نشتغل عليها التكستجر الخاص بالصور أو شيء الملمس يعني تقريبا مثلنا الكولر تعديل على الألوان الفكتر الخاص بالماب النارمال ماب والدسبلين سبنت ماب همواتين خاص بال يعطيك إحساس بال تضاريس المجسم يعني تجسيم كون فيكتر الخاص ب همواتين تعديلات يعني هذا نبقيه بعد يعني وضح لاح مثلا اليوم خلي نوضح شن اللي يعني تلويني بشكل معاقدة مثلا عندي هاي أساني لون خلي خليها على هذا الترتيب أو مثلا نضفت هساني لون جديد shift a أضيف image من خلال تكستجر من هنا image تكستجر أضغط عليها وأختار من خلال open وإنتخل مثلا الصورة عندك مثلا نخلهم بهذا الملف من هنا أستعرضا من هنا هاي new folder أضافت ملف جديد هساني عندي منها عندي هذا لحنا سغل مثلا هاي الصورة أضغط عليها وأضغط open image أوصل color بالcolor بدان ما تشنا نختار color منها هي color والصورة الأصلية خليها بالcolor هاي هنا زيان أنظر ما أنظر علوي من خلال السبعة بلا لوحة لاقام الجانبية زيان ظهرت عدي الألوان الصورة طبعا هي أصلا الصورة يعني أقرب الأبيض والسفت هي بهجوزة خفيف مهم عندي هاي الصورة لاحق أستي مثلا أريد أخليها جزء يلمع السيدات لاحظون مثلا من هذا كلها يعني صارة كلها خشونة واحدة إذا أخطيها مثلا عالية خشونة أو قلة خشونة كلها واحدة أنا أريد لا أريد الأزاء مثلا حالة اللي بيها أسود تكون أكثر خشونة ومثلا مع فشي سوي أضيف وحدة هنان يعني image texture بعد وحدة shift a texture image texture أختار نفس الصورة مثلا ممكن أنه من عنا open وممكن من عنا الصور اللي مخزونات بالبرنامج أضغط هاي وانتق أو أوصلها بيمن بال roughness هنا أنا roughness بدأ ما نتحكم بيه أوصلها بيه حاليا صار أكو تغيير بس أنتم احتمال هنان ما مو واضحة تكون احتمال فأضغط هنان على هاي الواجهة أو أغندق واجهة النهائي منظر النهائي واجهة المنظر النهائي عندي بيها هذا الضوء خلق أغرب من المجسم مثلا وعلي شوي الأضاءة هتتبين شوي أكثر اي أنا أصل الأضاءة شوي زيلا لاحظنا هسا حاليا أكو فد تغييره يعني أكو أزاء يعني أكو أزاء ما تلمع اللي هي هاي الصدح والأزاء السود تلمع حسنا نلاحظ أقرب الجزء الأسود بيه اللمعة أقوى فشون أنا أتخلص من هاي المشكلة أضغط أحدد هاي الماتي البلين وهنانا أضغط شفت أي أكو كون فيكتر كولا غامب أضغط عليها وأضغطها هنانا هذا راح شي سوي راح يحول لي بيانات الصورة من من ملونة إلى أبيض واسود راح يحول ليها زيلا شان راح أتحكم بيها كل ما أزيد السواد اللي هي حتى تتوضح أكثر يعني نخلي هاي هاي الجهة أبيض واسود نخليها بالكولا من الألوان النهائية من الصورة دع تلاحظون الصورة تحولتها سبيما المنظر علوي تحولت أبيض واسود يعني بشكل نهائي فكل ما أزيد السواد كل ما يزيد السواد كل ما يزيد السواد بالصورة كل ما زيد بياض يزداد الأبياض بالصورة زيلا هذا الشاحسة بالبرنامجة سيأخذ بيانات منها أخلي بعض الناس بالخشونة وخلي الكولاق بالكولاق ويأخذ معلومات أنه شكه أسود بالصورة يأخذ لمعان عالي يعني يكون أملس فيكون العكاس عالي وشكه في الشيء أبيض بالصورة اللي هو هاي الجهات البيض بيهن بياض ويكون خشنات بيهن خشونة فش سوي أقلبهم بالعكس صار شن عندي صار الجهة العلوية بيها لمعان السادات لاحظون والجهة بيها السواد ما تلمع ما تأكس يبقى أتحكم بدرجة اللمعان اللي بيهن الصورة هاي أقلل مثلا السواد وزيد البيض مثلا أو بالعكس يعني أظل أتلاعب بيها إلى أن أتوصل للشيء اللي أنا أريده هاسا حاليا إذا تلاحظون مثلا صار بيها ملمس صار بيها يعني أكو الزاء تلمع وأكو الزاء ما تلمع هاي ممكن أستخدمها مثلا عندي صورة مال شارع ومبلل فلزان مبللة أخلي بيها السواد وهاي يعني على هذا التغطيب ممكن هي جسوي زيان عندي عندي بعد الارتفاع والانخفاض إذا أريد أسوي ارتفاع والانخفاض بالصورة يعني هاي الصورة لي بيها حساس أنه بيها جزء نازل وجزء صاعد فش سوي أجي مثلا أنسخ خلي أنسخ هذاني شون نسخين شون نسخين شفت دي ما تلك دوبلكيت أو شفت دي نسختين خليتين هنا أوصل هذا الجزء اللي هو color بالدسبلسمنت عدل هنا شوية color بالدسبلسمنت صارت عندي الخشونة يعني ذات لاحظون صارت مثل الخشونة عالية فش سوي أرجح هذا بالنهاية وهذا بالنهاية ما فاد بهذا التغطيب فش سوي أعدل عليها مثلا أو هو أظل أعدل عليها يعني إلى أصل للنتيجة اللي أنا أريدها مثلا فزيد البياض الموجود صار هسا ذات لاحظون يعني أكو جزء مثل اللي داخل لي جوه وأكو جزء ضاهر لي فوق مثل هاي الحافات بيهن أحساس أنه ضاهرات لي فوق الأطباع من هاي الجهة مثلا هاي الجهة بيه السواد داخل لي جوه ممكن أزيد السواد طاني أحساس أنه نازلات لي جوه بالفيديو القادم راح أوضح بعد أكثر دقة و تفاصيل أنه شون لح نصمم بعض المواد يعني وبعض الأمثلة يعني نسويها وبعدين نشرح بشكل أدق و تفصيل أكثر تفصيل بعدين نشرح بشكل أدق و كتار تفصيل و يعني شون مثلا نسوي برميل مثلا و مجسمات يعني لأنها سلبلين بس ردت وضح أنه الملمس شون يكون لونه شون نتعاملويا الامج تكسشر طبعا بيها أكثر هواي تفاصيل بعد بس ردت أوضح هذا يعني شون نتعاملويا فأحتاجت البلين بعدين بالفيديوهات القادمة راح تكون يعني شرح شون أشرح المجسم شون أطيع ألوان لكل تفاصيله و إن شاء الله تستفادون و بالتوفيق للجميع شكرا